قصة القرآن النهاردة هنتكلم عن أصحاب الرس أكيد جت قدامك الكلمة دي كتير في كذا آية من آيات القرآن ربنا يقولوا أصحاب الرس وسموه مش كده ولا إيه؟ طيب إيه قصة أصحاب الرس؟ أصحاب الرس دول كانوا نصى الحين أوش وكان ربنا سبحانه وتعالى رزقهم صيرة طيبة وعمل صالح وبير مية بيشربوا منه وأرض بيزرعوها وكانوا زي الفل وكان عندهم حاكم كمان ما فيه زي يعامل الكبير والد والصغير ولد والأوسط أخا كان يعاملهم برفق ولي ورحمة وكانوا يعيشون سعادة ما بعدها سعادة كان يسود الحب بينهم وكان يسود العدل عندهم كانوا لا يعرفون أحقادا ولا يعرفون أغلالا ولا يعرفون حسدا ولا يعرفون تباغضا لأن الحاكم كان يقسم بينهم بالسوية وكان يعدل في القضية كان يستغني عما استغنى عنه شعبه كان الحاكم لا يأكل إلا إذا أكل صغيرهم وكبيرهم ولذا وصلوا في درجة حبه إلى درجة لا يتصور الحديث عنها ولأن الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة كما نقول ولأن الدنيا إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت قل ابن أنسى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول والابتلاء سنة الله في خلقه والحبيب صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وذا تمره فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به صحي الصبح ملقوش الملك بتاعه مات طب ما إيه يعني سبحان الله ما الموت هو آية الله في خلقه وسبحان الله كتب الله على كل عباده الفناء وجعل لنفسه البقاء مش كده ولا إيه صح لكن إيه اللي حصل إيه اللي حصل إنه هم كانت صدمة عنيفة ليهم أوش كانت صدمة جديدة أو ما تخيلوش إن الملك بتاعهم يموت أو الحاكم بتاعهم يموت فعاشوا في كابتن وفي حزن وفي ألم وفي حسرة شعروا بفراغ عظيم وشعروا بحسرة وبألم هنا الشيطان يستنهز الفرصة بقى ويظهر الشيطان في صورة هذا الملك في نومهم يجي لهم بقى في الأحلام كلهم ويقول لهم كلهم كلام واحد يقول لهم إيه أنا ما موتش ولكن أنا غدت عنكم علشان أشوف أنتوا هتأملوا إيه حتى أرى صنيعكم صحي وكل واحد بدأ يحكي الأحلام زي حالتنا كده كل واحد يقول لك أنا حلمت حلم ومستني أمانية اتحاقة في الحلم والله يرضى عن سيدنا ومولانا الشيخ الشعراء وكان يقول أمة كثرة نيامها فكثرت أحلامها ولم يتحقق منه شيء صلتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم ففيروحوا بالكلام ده حلو أو بدأوا يتبدلوا الأحلام لكن العجيب بقى إن الشيطان مسكتش لحد كده لا إنما الشيطان بدأ يظهر بعد كده وقال لهم خدوا بالكم أنا الملك بتاعكم هحدسكم بعد كده بس هجعل بيني وبينكم حجاب وخدوا بالكم أنا ما ببوتش أبدا العجيب بقى إن كتير منهم صدق هذا الأمر ووقعوا في تعظيم الملك وفي تقديسه ومع مرور الوقت وده اللي إحنا بنحذر منه نقول لك إيه مش عيب ولا حرام إن إحنا نعرف الناس ونفهمهم مقام الولي من مقام النبي من مقام الله سبحانه وتعالى مش عيب ولا حرام إن إحنا نعرف الناس ما يليق بالله وما لا يليق مش عيب ولا حرام لما تيك تغالي في قدر ولي ولا في قدر نبي نقول لك أقف لا إنت بتنسب للنبي أو للولي أشياء ليست في استطاعتها ولا في استطاعته ولا في استطاعته أحد إلا الله سبحانه وتعالى وأنا لا أخفيكم سرا أنا كنت شرفتي بإمامة مسجدين كبيرين مسجد مولانا سيدنا السلطان أبو العيلة رضي الله عنه وأرضاه وستنا السيدة زينة رضي الله عليها وأرضاه كنت أسمع كلاما من الناس لو عرض على الجنين لاشتعل شيبا وهو في بطن أمه بعض الناس كان يأتي إلى أحد المقامات في المساجد اللي أنا بقول لك ده ويقعد بالساعات وهو من إليا القوم عايز إيه ولك السنة رايح حمضي عقد مثلا شراكة طب ومستني إيه ولك مستني الإزن مستني الموافقة الجيني من ستنا طب وستنا هتديك الموافقة إزاي أنا عايز أعرف برضك خلي بالك فاللي زي ده بيبقى مسكين أسير حب طريقه طريقه شرك فعشان كده لازم نيه نقول له استنى أوقف لا آه إحنا بنحب الأولية ونقدس الأولية وعلى رأسنا إنما مش لدرجة الليل إحنا بنصله ولذلك أصحاب الرأس عملوا إيه أصحاب الرأس مع توالي القرون ومع تغير الأجيال انتهى بيغموا الأمر إلى أن لعب بيغموا الشيطان فأحبوه ثم قدسوه ثم عبدوه شوفوا ببقى الكلام أهم ليه ها ولذلك الشيطان مش هيخش النار للوحد وخلي بالك الشيطان قال كده قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين تخيل ولذلك اللعين إبليس جه لسيدنا عيسى عليه السلام وقال له يا عيسى هل تعلم أنه لن يصيبك إلا ما قدر الله قال نعم قال له فاصعد إلى هذا الجبل وترد منه فقال عيسى عليه السلام اغسأ يا ملعون إنه ليس للعبد أن يختبر ربه خذ بالك ويقال أن سيد عبد القادر الجيلاني جاءه في منامه إبليس وقال يا عبد القادر أنا ربك قد أبحت لك المحرمات فقال عبد القادر الجيلاني اغسأ يا لعين فلما سئل كيف عرفت أنه الشيطان قال لأنه قال أنا ربك ولم يكن أنا الله صلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحبنا تهيأ الشيطان طبعا تهيأ لأصحابنا وبدأ يقول لهم أنه هو الملك بتاعهم فحبوه وقدسوه وبعد كده قال لهوه وبعدين 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 حد ما ربنا أرسل لهم نبي كان اسم حنزلة ابن صفوان دنبي وأخبرهم بأن الذي يحدثهم هو الشيطان وأنهم لا بد أن يعودوا إلى رشدهم وأنهم لا يبد أن يعودوا إلى صوابهم ولا بد أن يعودوا إلى عبادة الله وحدة فما سمعوش بل وكادوا يقتلوا نبي الله حنزلة فكان جزاؤهم أن دمرهم الله سبحانه وتعالى كما حتى القرآن عن تدميرهم وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وقل أن ضربنا له الأمثال وقل أن تبرنا تتبيرا